اليوم سوف ننتعب بكم سوف نعرف رأيكم في تابون لكن لم يكن لدينا خيار في إطار تابون إيسي سبير إيسي لاربين إيسي ماتر نضطر أن نتكلم عليه اليوم أيضا لماذا نتكلم عليه اليوم؟ لأنه أمس أو شيء أخرى سوف نعيدكم بشيء أني نحاول أن نغطي كل شيء لكي لا نضيع الوقت كله لكن مهم لأنه وانا نتحدث عليه راح نجيب أشياء أخرى لكن راح نواجهوه نواجه الأكاذيب انتاعه كما تعود نبدأ طبعا بغلاء أسعار بعض السلع هناك غلاء في أسعار بعض السلع وتزامن هذا الغلاء طبعا مع نسبة تضخم ربما أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين ما هي تقيونكم للوضع والإجراءات التي يمكن اتفادها لدعم القدرة الشرائية للمواطنين سؤال واجه سؤال سنتعلق بالساعة بالضرف الحالي أولا بالنسبة لارتفاع بعض الأسعار الأسعار متع المواد المستوردة هنا رقم صحفيين بالطبع يعني مطالعين وحتى اللي ماشا مطالعي يدخل في انترنت ويشوف باللي لهيب بالنسبة للأسعار في أوروبا في البلدان المنتجة ناخد مثلا مادة القمح السلب في سنة الفين وعشرين قمح السلب كنا نشروه بمئتين واحد وثمانين دولار لطن اليوم راه يقرب من سبعميات دولار لطن يعني تشوف اللي في ضرف سنة ونص سنتين تقرب ده مضروف في ثلاثة هلوم أنا نفس الشي بالنسبة للبقول الجافة بالنسبة أكعلاش أولا أنا نحت المواطنين على الإنتاج وكل تدخلات نتاعي من خلالكم من خلال زملان تاعكم كان على أساس أننا تكون فيه صحوة في الفلاح نتعنا مش الاكتفاء الداتي ما قدنش ولكن نقلص من المصاريف التعشيرها لأن اليوم نتقول لكم الأسعار في العالم راه فيها لعيب وحتى يكفيك لعيفة يتنبقوا مجاها كبيرة في كثير من الدول بالأخص بالقارات تعنا نحنا الحمد لله فيه تدابير أولا التدابير تعنا الأساسية بالنسبة للمواد الأساسية هي الاستيراد يكون من طرف مؤسسة نتع دولة نشري بسعر وتبيع بالسعر المتناول في المتناول العجيين كان استيراد مباشرة على الحبوب من قلت لك الحبوب سنتحها وقع الهب بحثة الشيخ الإسراء من ديوان الوطني لان السعر نعمد أهم أداك العلاق خفات في بعض الأحيان حتى خمسين فلم أمع العجيين والكسكوس ونصل على هذا المنوال أنا فأنتي زمن أمعي أن أحافظ على القدرة شرائية على المواطنة حافظ على القدرة الشرائية نحن سهناء كان من بين الالتزامات هو أن يحافظ على القدرة الشرائية على المواطن وقال لك هانا هذه السمانات آه رجعت الأسعار نتع بعض المعجنات ونخفضت ربما حتى 50% إلى آخر ومش صحيح نخفضت 50% نخفضت شوية لكن مش 50% علاش قال لك لأنه من قبل كانوا يشروه مباشرة الآن رام يشروه من المدعم الفكرة كلها هذه اللي دروها كانت الفكرة على أساس أنهم يرفعوا ينحوا الدعم قال لك احنا ننحوا الدعم وكانوا تكلموا على هذا العمل يفات وداروا له كثير من طبلوا عليه في القنوات وفي المواقع انتاحهم رح ينحوا الدعم والدعم يولي سيب لي كما قالوا يولي يروح لي المستحقين الفكرة في حد ذاتها مش سيئة وكثير من الدول تقوم بها لكن أنا يومها قلت لهم وربما كثيرين أيضا الخبراء في المجال حتى أنا ما نعتبر شوحي خابير اقتصادي لكن نعتبر أن نفهم في الاقتصاد قلت لهم لأن ما تحتاج باش تكون عالم اقتصاد باش ما تفهم هذه الأشياء قلت لهم لن تستطيعوا فعل ذلك لن تستطيعوا رفع الدعم لأنكم ما عندناش اقتصاد عندنا فوضى عارمة اللي يرفع الدعم هو يعود عارف كم عندنا عمال كم عندنا بطالين كم عندنا اللي يخدموا في النوار كم عندنا اللي ما يخدموش نهائيا كم عندنا شركات تشتغل كم عندنا شركات تشتغل بحق كم عندنا شركات هكذا فيكتيف يعني معلومات اقتصادية كبيرة جدا وزيرهم الأول قبل حوالي سنة قال احنا معناش احصائيات ايه صحيح صدقة في هذه وكانوا ينتظروا الشعب ولي رح يدرهم الاحصائيات ما فيش احصائيات تأخذ من الجزائر كل الاحصائيات اللي موجودة هي تقريبية وفي الغالب مكذوبة مخشوشة يغشوا في الاحصائيات لأن كل واحد عنده حساباته في هذه الاحصائيات ديوانة مرة تحب تطلع حاجات معينة تنفخ فيها هي مش صح أو تنقص حاجات معينة تقلل منها وزارة التجارة وزارة لوانيش عارف منش المستوردين داخلين مجموعات عصابات قلت لهم لن تستطيعوا رفع الدعم لن تستطيعوا لأنه باختصار بسيط باختصار بسيط وشديد ما عندناش اقتصاد عندما هم يعترفون أن الاقتصاد الجزائري سيطر عليه السوق السوداء بنسبة 60% كيفاش تفهمت الاقتصاد إذا كان 60% وكان يكون الاقتصاد الأسود هذا الانفورمال كما يسمونه السوق السوداء كان يكون 10% الفافوسي كلش رح يعطيك أخطاء في كلش يخطأ كلش فبالك 60% كما يعني 60% معنى أكثر من نصف الاقتصاد لا يعرفون لا من يتحكم فيه ولا من يمتلكه ولا شكون ولذلك كل شي يمشي بشكارة ولذلك كان الناس اللي رهم دائرين لقاوهم مرات وكان تعرف الناس غاراجات حطين فيهم فلوس غاراجات يعني كونتونير كامل حط فيه الدينارات ولا الأوروات بالكونتونير كالناس عندهم بالكونتونير ليس بشكاير وهم مرات دخل ومرات دخل ومرات دخل عن جنيرال واحد 800 مليار جنيرال لا يوجد دخل في التجارة أصلا 800 مليار سنتين 800 مليار سنتين دار معمرة بالدينارات دار بيت غرفة هذا الجنيرال ليس بالتجارة حيث عمرت العلماء وجمعت كونتا ما عندهم في الداخل وفي الخرج ما يعرفون ما لا يعرفون لا يعرفون حقيقة الاقتصاد ولذلك لا يمكن تخطيط أي شي في الاقتصاد الجزائري لا يمكن يمكن كل شيء يشغل بالباركة وكل شيء يمشل المقلوب وكل شيء يمشل بالرشوه وكل شيء يمشل بالنوع وكل شيء يمشل الشكان الشكان تكذبون لن تستطيعوا رفع الدعم حاولوا حاولوا وجاه هذا ابن عبد الرحمن اللي هو قال وزير أول ووزير تجارة أو وزير المالية وخرجوا قانون المالية 2022 أيضا خرجت وقلت لهم كين آخرين بالتأكيد أنا علاش نقول نذكر نفسي ليس نفخل نفسي كما يفعل البعض إنما لأني عارف وش قلت بالضبط فقط وإلا دائما كين الناس وحد آخرين تكلموا ما فيش واحد هو اللي يعرف كلش كين الناس وحد آخرين يعرفوا وتكلموا إلى آخرين قلت لهم هذه الضرائب لن تستطيعوا أن تذهبوا بها إذا ذهبتوا بها راكم راح ينجوعوا الشعب وتدفعوا إلى ثورة جيا إذا ما ذهبتوا سرحين تتراجعوا هاهم تراجعوا تراجعوا يخرج تبون يلغي كافة الزيادات تبون يفعل كذا ضريبة من شعر في التليفونات طيب وين كان تبون هذا كين وضعت الضرائب وين كان عايش مع الشعب وعايش مع الناس عايش في البلاد ولا لا المفروض عايش في البلاد ما كانش عارف أنه يستحيل أن تضيف قائمة أخرى فيها 1600 سلعة للقائمة اللي كان فيها أكثر من 900 سلعة قريب ألف كانت زادوا لها ضرائب إضافية ومن بعد زادوا 1600 سلعة زادوا لها ضرائب إضافية 2600 سلعة مستوردة أصبحت زادت الضرائب وبالتالي ارتفعت العسعار بشكل محلو رهيب طيب وين كان هذا تبون كان ثم كان ثم كانوا يجرب يجربوا يشوفوا تفوت ولا ما تفوتش ما فاتتش شافوا النقمة الشعبية شافوا الغضب تعالناس وشافوا الاحتجاجات اللي بدأت وبدأوا يشوفوا خاصة الحركة على الأبواب تراجعوا 180 درجة هذه دولة هذه دولة ولا استعمار هذه حكومة ولا إصابات وين القانون يصدر بقانون قانون المالية هذا قانون زعم نقشة الحكومة ومجلس الوزارة والوزارة قبلهم بعد مجلس الوزارة ومجلس الشعبي الوطني ومن بعد من يشعر في السيناء ومن بعد يخرج تبون يلغي كل هذا ويقول لك أنا لغيت الضرائب مما يعني احتقار شديد لكل ذلك العمل من جهة ومن جهة أخرى مما يعني أنهم لم يشعر فيهم شي يديروا نهار يجيبوا الضرائب نهار ينحيوها اللي جاو شروا تليفونات مثلا على سبيل المثال أو تليفزيونات أو أشياء إلكترونية قبل هذا الإلغاء الـ 45 يوم اللي فتت كثيرين منهم دفعوا ضرائب تعمية وستين في المياه اللي شرأت اليفون بـ 300 دولار تفع عليه 450 أو 460 دولار ضريبة فقط مع العذاب لازم تروح المطار هو وريب ومدين تكون في أدرار ولا في تمر راست ولا في عنابة ولا في بجاية ولا في وهران ولا في لغوات لازم تروح المطار هو وريب ومدين باش تدفع هذيك لا ومرات ما موارا شهر اللي يشد عليك الضريبة ومرات تبقى الضريبة طويلة ومرات لازم للك معارف ويجيك الديواني وديواني يا اسمع حاب نفريلك اللي زافير وش عندك عندي خمس تليفونات راهم قالوا نحن خلص عليهم أنا شريتهم بخل في 500 دولار وراه جتني الفاتورة بمدفع مايو عادل للفين دولار و للفين و خمسمائة دولار بالدينار ايا خاطيك ايا يعطينا قيمة ألف دولار بالدينار اياه هات عشرين مليون وحننسل لكلك الأمور وتزيد الرشوة وتكبر الرشوة وتوسعت الرشوة أكثر نتيجة الجهل جهلهم بالمجتمع جهلهم بالسوق جهلهم بالاقتصاد جهلهم بالعقلية الجزائية جهلهم بكل شي شكون اللي يعرف البليد لكن بعد ان اضطلوا على عشكة انتوما قال لك اللي قاعدين 30 سنة البلاد رأيت بدلت ايه انا عارفين انها تبدلت البلاد انا عارفين انها تبدلت البلاد هذا التراجع يعني اخطاء طول عوض اخطاء عندما قمت بها وخطايا عندما تراجعت عليها وش يقول الدول الأخرى في الخارج يقول له هذا ما عندهم مش قوانين تقدر تصدر قانون ويلغيها رئيس جمهورية ووزير او حتى مرات مدير مرات ديواني يلغي قانون ديواني عاجر يقول له انا مستعاش في هذا القانون مما يعني عدم الاستقرار التشريعي والقانوني اضافة الى عدم الاستقرار السياسي الى عدم الاستقرار التجاري الى عدم الاستقرار الاقتصادي الى عدم الاستقرار الاجتماعي كل شي فوضى تبوني اليوم يدير الفوضى بفوضى ايضا مافيا عسكرية بواجهة مدنية خربت البلاد ولا زال تستمر ويجي حدثك لأنه كانت ما كنتوش عارفين يعني ما كنتوش عارفين باللي عندما يستوردوا الخواص مباشرة يستوردوا بسعر عالمي إذا ما فيش دعم راح يبيع السعر باش إذا خرجوا هو يستوردوا يجيبوا لازم يزيد عليها هذه 30-40% باش يديها أرباح آخر قال قلنا لهم خلاص تقدروا تشيروا من المدعوب لماذا قلتوا لهم مش من قبل علاش العام الماضي عذبتم الناس بارتفاع العجائل خاصة والقمح لماذا وصلوا ناس إلى الحافة اللي يتغدون ما يتعشرش ويتعشروا ما يتعشرش وهاكم زدتوا هذا تراجعتوا وبعدين قال لنا نقطة ثم قال لك راه القمح في 2020 كان يساوي 200 وشوية دولار ودرك راه وصل إلى 700 طبعا أرقام مرة أخرى تقريبي لكن خلينا نأخذوا الأرقام على النسحة يعني تضاعف ثلاث مرات سعر القمح ما قلناش حاجة أخرى قال البترول تضاعف ثلاث مرات أيضا في 2020 كان في حدث 30 35 دولار بل أنه نظن في 2019 وصل بالناقص يخي تذكرته لما البترول ولا يتباع ويزيدك عليه الدراهم نظن كان في آبريل 2019 وصرت فوضى في العالم يعني أنه صحاب البترول يزيدوا الدراهم لكي تشري عليهم البترول يعني تباع بالناقص البترول طيب البترول في 2020 كان 30 دولار الآن نرى 95 دولار معناها ثاني البترول الضعف ما هي مشكلة بما أننا نستور دول قمح زاد السلعة نتاعنا اللي نبيع وزاد السلعة الأخرى اللي تشري خلاص فراء المشكلة لا هذا ما يقولهاش ما يقولهاش لأنه يعرف بعض الناس يقولوا آه بعد 60 سنة ما زلت بيع أغل البترول والغاز أغل البترول والغاز للأسف وحتى البترول والغاز رام حاصلين فيه ومش عارفين يسيرينه وراه يضعف وراه كثير من الحقول البترولية والغازية هلكوها بالإدارة الإجرامية نتاحموا والاستخراج الإجرامي وعدم وجود رقابة حقيقية خلا نشوفوا مقطع آخر من كلامه خلفيها الإجراءات طبع وإجراءات فريدة من نوع موش باش نتشوفها في الغير ولكن صعب باش بعض دول تأخذ المنهجية هذين تأخذ الجزائر لأن ربما فيه إمكانيات أكثر من المهم توفر عندهم بالنسبة الخدرة الشرعية اللاحظة أن التضخم طلعب إلى نسبة 7% بتقريبا أنا كان سبق في سنة الفين الفين وعشرين الفين وعشرين خذينا إجراءات لرفع القدرة الشرعية أولا مثل ما كانت انتزمت لغيت ضريبة على دواء الدخل ضعيف كل من دخنته يسوي ثلاثين ألف دينار فما أقل عفناهم من ضريب يعني بتقريب رفعنا لهم المرتبة بتاعهم بالنسبة عشرين في المئة بتقريب لك أنتع درايب وتاع كذا هذه الإجراء الأول بالنسبة الإجراء الثاني وواصلنا دعم دعم تاع المواد الاستهلاكية وهذه الإجراء تاع ثلاثين ألف دينار فما أقل معفهم الضرائب مس ما يقارب ست ملايين جزائري قررت قررت التزاما يعني تطبيقا لالتزاماتي ولا أحد يعني دفعني لك شي مع عدد ضميري أرفعت لحد الأدنى الغجور ألفين دينار كانت 18 ألف دينار صبح عشرين ألف دينار نقفه ثاني عن كذبه نعم جزء مما يقوله صحيح لكن لا يقول كل حقيقة نعم رفعوا الحد الأدنى من 18 ألف دينار إلى 20 ألف دينار لكن ما لا يقولون رح يكشف فيما بعد رح يقولها بطريقة ما يفقلهاش لكن ما لا يقولون هو أن هناك جزائريين كثير رح يدوا تحت 20 ألف دينار 20 ألف دينار باش الناس اللي ما تعرفش قل من 100 أورو 20 ألف دينار هي بالضبط 95 يورو اليوم أو حتى 90 يورو 90 يورو أو 95 خلنا نضعها 100 100 أورو سنتكلموا على 100 أورو يعني ناس عايشين في هذه الدنيا ب100 أورو للشهر وهو يقول لك رفعت يعني رفعها رفعها بكم رفعها ب10 أورو كانت 85 80 أو 95 أورو وليس 95 أورو بعملة يعرفها العالم أجمعين اللي هي 10% مع ذلك هناك ملايين الجزائريين اللي ما عندهمش دخل 20 20 ألف دينار اللي هي 95 أورو أو 100 أورو هذا واحد الأمر الثاني يقول لك نحينا الضريبة اللي عندهم اللي قل من 30 ألف نحينا نمو وزاتهم 20% هذا ليس صحيح ما زاتش 20% في الغالب خفت عليهم الضريب في حدود 10% بمعنى أنك نقصت له بدل ما كان يدفع 200 ألف أو 300 ألف زيادة للضريب نحيتها له حوالي 10% مش أكثر يعني في الغالب لكن ما لم يقوله لنا هو أنه منذ أن جاء ويستطيع الناس أن يتأكد من هذا يروحوا للبنك المركزي يشوفوا كم كان يساوي الدينار مع الأورو في 1 جنبير 2020 ويشوفوه في 1 جنبير 2021 وفي 1 جنبير 2022 سيجدون أنه منذ أن وضعت المافيا العسكرية تبون على هرم السلطة انخفضت دينار بما يعادل 23 إلى 24% مقابل الدولار والأورو تستطيعون أن تتأكدوا في الكلام لها نقول لكم أقل شيء تلقوا 20% لكن المعدل هو 23 إلى 24% أي أنه قام بتخفيض الدينار وهي تخفيض هكذا هما قاموا بتخفيضه بمعنى اللي كان يدي ربع ملايين في 2020 أصبح يدي 3 ملايين واللي كان يدي زوج ملايين أصبح يدي مليون ونص في الحقيقة سرقوا الجزائريين اللي تلقوا أجور طبعا اللي ما يتلقوا أجور الكارثة أكبر لكن اللي تلقوا أجور سرقوهم بالربع تقريبا اللي كان يدي 8 ملايين واللي يدي 6 ملايين قيمة فعلية 4 واللي يدي 3 2 واللي يدي مليون ونص لأن الدولة حاولي الربع من تخفيض الدينار هل هذا فقط لا داروا لابلون شبيف لابلون شبيف لالفين وسبعتاش واللي هي الطبع الأوراق اللي يطبعهم ويحيا وخرج وهم اعترفوا أنه يطبع أكثر من 60 مليار دولار هذا في حد ذاته الطبع الأوراق أدى إلى التضخم ورفع الأسعار هو يقول أن التضخم سبعة في المئة فيه واحد في الجزائر يصدق هذا المعتوه عندما يقول أن التضخم سبعة في المئة بمعنى أنه في خلال سنة في خلال سنة إذا كنت تشري حاجة بمئة دينار بعشرة ألاف ولي تشري بعشرة ألاف سبعة ألاف وليس كثير من الأسعار موش زادت 20% أو 30% تضاعفت مرة مرتين كين حويج تبعت زادت ميتين في المئة وكين حويج 300% شوفوا صرتهم نجية القطاع البناء ونجية الاحديد مثلا ومن المواد الغذائية لأغلبية الأشياء زادت ما بين 20% إلى 100% يجي خرج يقولنا التضخم 7% وبعد يقارن يقول لك أوروبا ثانية ما بين 24% يكذبون الكذب ويصدقون فيه واحد في الجزائر يصدق أن التضخم 7% فيه واحد عندما أصلا تخفض الدينار 25% أو 24% وبعد يبقى التضخم 7% زيد واش داله نسق عرفت وجهة الكورونا وغلقت ألف شركات وهذاك في العالم أجمع في الحقيقة لكن الدول المحترمة قامت الدول بأن دفعت حق العمال هنا في بريطانيا كانوا يدفعون للشركات 80% من أجر العامل ومرات للشركات الصغار دفعوهم 100% بمعنى إذا شركة عندها 10 خدمين يجوا يقولوا لشوف مدام كالكورونا سننخلصهم وزادوا رفعوا عليهم بعض الضرائق هنا في بريطانيا والناس اللي يخدمون عند رواحهم مثلا الطاكسي يور البلومبي ما نشعارف هنا ناس بزاف يخدمون عند رواحهم ملايين في الغالب غطاوا لهم ما يعادل 80% إلى 85% من الدخل لتاحهم اللي كان وعلنوا عنها وخلو لهم يعني ممكن الطاكسي يجب مثلا كان يجب هنا مثلا كان يجب 1000 في الشهر كمعدل هكذا يجبوا الطاكسي يجب 1000 في الشهر واجدرت له الحكومة قالت له شوف نحن نعطولك ما يعادل 3200 أو 3300 جنيه وال700 هذه كدبرها كلها خدمت واجبتها الله يبارك لما خدمت هذه كدبرها زيادة نحن نرى ماذا الطاكسي أو المال أو المال والناس الذين يعملون عند رواحهم ونرى ما يعطوهم المليون وغرقوا فيه المليون وإعترف هو باللي لم يصل لأصحابه مليون 50 أورو كان يصل للأسر غرقوا فيه وكان يسرع للدباز والموت والضرب ومن يعرف ومن يديه ومن يديه ومن يوصل لأعطوهم مليون يشد عليه ميتين ألف يقول له ثم مائة رح وغلق فمك صحت لك ثم مائة خير من لي ما تصح لك ويجي كلم نا يقول لك حنا وفلدان أخرى والأخر لأخر عندنا سبعة في المائة سبعة في المائة تعل كذب لا تقل لا تقل لانفلاسيون تضخم لا يقل لم يقل في 2021 عن 30% وفي كثير من المواد وصل إلى 50 60 70 100% هاي الحقائق يكذبون الكذب ولذلك مش عيشي مع الشعب الجزائري والناس كنتسمع هذا الأكذيب ناس تصاب بالجنون ناس خلاص الناس رأي كثير من الجزائرين ويفقدوا في عقولهم يعني ولا يفقدوا في نفسياتهم ولا مؤقتا يعني مشدة الكذب عليهم وتشوف أخبارهم وكلامهم وتقول نترى عيش لا سويس هذه لا سويس نحن بارك مش عارفين ولا سويد ولا فنلندا ولا اسبانيا خير من اسبانيا خير من فرنسا خير من بريطانيا هذه الجزائرين ما زال درك يجي تقول كذب آخر ما معقول هذا الإنسان في جناعة أخرى باش ناخدها هاد السنة ابتداء من مارس مارس هذا تعال اللي جاي أولا رفعنا قيمة النقطة بسيطة البيان بوين دي سيال رفعنا خفضنا مليار جاي أعطت نتيجة رفع او جور ما بين 14 و 16 في المياه لما يشوف تدخم بسبعة في المياه و رفع او جور بين جديد بربطاش و 16 في المياه يعني ربحي بالميرس تدخم برغمان تدخم في بعض البلدان وصل إلى مالا يحمد وعقب 80 في المياه 50 في المياه أروب بسيطة عمد دور على حساب بين ربعة وسبعة في المياه هي ربعة وسبعة بالمياه تاع الصح مش تاع الكذب ربعة وسبعة بالمياه تاع الصح لأن هناك أجهزة كثيرة تراقب وأعلام يراقب ولو كان يقع الكذف في الأرقام الناس تدلي كذب وتدلي من القضاء العادل المستقل مش قضاء التليفون قامت القيامة في بريطانيا لول بارح ولم تقعد على واش قال لك مارشل جنرال كبير في الجيش البريطاني قاعد في دار وخرب له الكلب الناس يروحوا قاعد في دار عريان نسا روحوا اخرج يجروا الكلب شافوه جيرانه عيتوا لابوليس الجار عيت لابوليس جات لابوليس واش كاي قالوا ما هو جار يرى وخرج عريان انتم عارفين في البلدان هذه العريان ما هو حاجة كبيرة لكن العريان كاملا لا مش مقبول قال لهم وخرج عريان وراه المرض تأذات وبنتي تأذات تم وقف هذا الجنرال والان البوليس يحقق معا البوليس شرطة تحقق معا الجنرال جنرال كبير جدا نظم في السلاح الجو وهو يعتذر يودي سمحون يعني كنت يخبرك من كان شرب خمر ما فاقش باللي رأى عريان وساكن وحده يعني قاعد وحده في البيت تاعه الكلب هربخ خرج يجري موراه ممكن عشر متريات ولا عشرين متري فقامت القيام وراه سيتم توقيفه عن العمل وربما يمنش عارف هذا لم يدخلوش للحبس قال لهم علىه جارو تأذات زوجتي وبنتي لما شافوه عريان هكذاك طبعا كان الناس يقول لكاهرق في الغرب والدنيا عريان لا لا كان قوانين كان قوانين صحيح فيه العراء وفيه الحلال كان من منظرنا على الأقل نحن ولكن اللي يتعرق كان تماما فيش جنرال نعم جنرال وما يحققه معه البوليس يحقق معه نعم بوليس شرطة عاديين وممكن يدخلوه للحبس سيت قاعد يكذب عالنا ويقول باللي باللي عندنا سبعة في المية وبعد يقول لك عليش تقول عليه كذبون كذبون هذه راي ما توصلش راي العبارة هذه لم تعد توصل الوصف التعتبون لم تعد توصل صراحة لازم يكون تحوسوا كلمات في العربية ولا في الأمازيغية ولا في الفرنسوية ولا في أي لغة باش تعطونا صيفة لهذا الشخص يكذبون أكثر مما يتنفسون ويبدأ يقول لك وكاين دول واحدة آخر يا ولدي أبقى في دولتك برك لها شبه دولة وانترك تستعرض بها وتقول لها شبه دولة أبقى هنا برك يقول لك ما كان دولة ستتمد المنحة خارج أوروبا أخطأ كارثية يقول برك أو بعبارة درجة تطرش برك تسيري برك ها بك سمو بك سمو بل من سمعه البطالين والشباب الشباب اليوم أرهم ثلث أصنف الصنف الأول خالية ما بين الشباب وكهول ناس داخلين في تدعم تضامن تضامن بصفة عامة واللي متكفلة به وزارة تضامن والأسرة ورغبا ما يستعملوا في وزارة الداخلية في البلدية بالأخص بالنسبة لحراسة لربما المدارس والمطاعم ورغبا ما ورغبا ما الصنف الثاني هو الشباب الذي سنتظر في الإدماج الصنف الثالث للشباب هو البطالين هذا يجب أن نأخذ لهم إجراءات ماذا يجب يجب هذا يجب أن نأخذ إجراءات لأنه مهم جدا يجب أن نسمع الإجراءات يبدو أن لا يوجد لا يوجد هنا 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 في هذا نقطة في الجانب الاجتماعي الاقتصادي كنتم تحدثت من قبل علاوة البطالة يمكن أن نعرف متى تبدأ يبدأ تطبيق وكم يبلغ المبلغ المالي المخصص لهؤلاء البطالين أنا قلت أولا هذا أولادنا لا نقولها بصفة أبوية ولا شعبوية الواقع هذا هو الذي اقتصاد نتعنا مر بحالة ركود الذي خلا إنشاء مناصب شغل قليلة والإفرازات بالطبع البطالين بطالين بطالة وبالأخص الطلبة اللي حيزين على شهادات إذا بتدائم من مارس شهر هذا المقبل بطالة بطالة أصناف نتكلمت عليها الشباب كلهم سترفع لهم المرتبة الصنف الأول بطالة 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 بالطالة في المداري يسوي خدمة الصنف التاني اللي نتعضر في الإدماج في حال في انتظار الإدماج تعوو نعطوه در أنه ما يفقدش منحة تعوو لأن عادي ندروا ليهم عقود قويلة المدى بطالة سيدية دورة انتظار حتى يدمج في المنصب اللي راه يهدم باش يكون يدمج ونرفع له العلاوة اللي هيتقضى بالقاليم الحق في الإدماج في المناصب اللي هم سجلين باش يدمجون فيها صنف الثالث هي العلاوة تعالبي طالة واللي احنا أول دولة من بعد أوروبا ما في علاها دولة في العالم الثالث ولا اللي ت تأسس العلاوة هذي أنا قلت تكون عندهم شي بهم مرتب اللي تصون كرامتو كشاب هي 13 ألف دينار بايد نحبسوه هنا 13 ألف دينار لأنه خلط بزاف لكن خلينا نقشوه قبله شي يقول ومبعد نشوفوا أوروبا هذي قال لك عندنا ثلاث أصناف عندنا الصنف هذوك اللي راهم مرة يسموهم مقبل التشغيل مرة يسموهم هذوك اللهم يخدموا خمس سواع في النهار وراهم هذوك نضمنوا لهم 11 ألف دينار يعني أعطوهم خمسين أورو تقريبا باش نعودوا دقيقين 52 أورو بشهر 15 ألف دينار 52 أورو نصف اللي كان يقول فيه الدخل الدخل لحد الأدنى نصف لحد الأدنى قال لك علي اللي يخدموا خمس سواع في النهار بارك معنى اللي يخدم خمس سواع في النهار خمسة وعشرين ساعة في الأسبوع ومن بعد وقال لك واحد أخرين عندهم أعمال هكذا وهذا في الغالب اللي هما يسموه ما قبل التشغيل وهذا كاي اللي يدخلوا ستالاف دينار ثمنالاف دينار عشرلاف دينار يعني واحد الأرقام هزيلة جدا 12.000 دينار أرقام هزيلة قال لك نحفظو لهم عليها حتى يلقوا الشغل والاخرين اللي ما عندهم الشغل واللي قالوا رام في حدود ستمائة تلف نعطوهم 13.000 دينار أول حاجه تلاحظوها أنه هذا اللي ليس يخدم شوماجي يعني كما يسمى في الغرب هنا شوماجي يبقى يبحث على خدمة قال لك نعطوه 13.000 دينار شحال ستين أورو بالضبط ستين أورو طيب اللي ليس يخدم شغال نعطوه ستين أورو نعطوه 13.000 دينار اللي يخدم خمس سواع في النهار نعطوه 11.000 دينار معنى اللي رغم نظركة يخدمه خمس سواع في النهار سيبطلوا عليه يقول كيف يبطلوا أو يدي 13.000 ولكن لو كان نبقى نخدم خمس سواع في النهار نبقى ندي 11.000 على الأقل نربح هذه الميتين الف اللي هي 10 أورو أو أقل حتى وماذا من المنطق هذا؟ كالعكس هو صحيح كالمفروض أن المبلغ الأقل هو اللي لا يخدم شغال واللي يخدم شوية يزيده في المبلغ يشجعوه لأنه يخدم ساعات بالرغم أن هذا هو ستين أورو يعني ستين أورو يعني تعول الإنسان رخيص جدا جدا إلى أنك تقضي شهر وانت تخدم لك 10.000 دينار أو 11.000 دينار أو 30.000 دينار رخيص الإنسان أو أرخص شيء وما يقدروا يشربوا قهاوي مرات يعني قهاوي يشربوها في فرنسا يشربوها 300 أورو ثلاثة أورو ثلاثة أورو ثلاثة أورو ثلاثة أورو ولات ناس الخاص جدا وحتى هذه جاء قال لك راح الجزائر هي أول من قامت بها خارج أوروبا طيب قولوا له يا أخواني أحمل ديكم قولوا له الولايات المتحدة ليس في أوروبا والولايات المتحدة معروفة في هذه الالوكاسيون الشوماج وغير الشوماج قولوا له باللي كندا وهي كان هناك أكثر من 200 سنة في جزائري أو ما يقارب 200 سنة في جزائري قولوا له أخواننا الخاص يفسنا المتحدة ماذا المتحدة باللي كندا ليس في أوروبا واللي كندا عندها الشوماج وعن تقارب اكثر من الشوماج تستطيع التس draining ولا اليابان في أوروبا ولا كوريا الجنوبية في أوروبا هذو قاع يدو الشماش ودول اخرى كثيرة جدا عندها حاجة يسموها الشماش مش اوروبا فقط قولولو ان الامارات وقطر والاخر ما عندهمش شماش بارك عندهم الشماش هو ما فوق الشماش وروحوا دخلوه للمواقع انتاحهم وتشوفو والكويت ودول اخرى كثيرة اه ممكن كان دول افريقية ما عندهمش صحيح او بعض الدول الفقيرة مثل اليمن او المدمرة الان اللي ران يدمروه بن زايد وبن سلمان هم يدمرو فيها مثلا ممكن لكن هل هذا عنده حقل يقول لك او خارج اوروبا ما كاش شماش نستطيعنا اقول لك ان خارج اوروبا اللي عندهمش شماش اكثر من داخل اوروبا دول اللي خارج اوروبا وهي ايضا من الشماش عددها اكبر من دول اوروبية لكن اوروبا عنده ثم تحبس مزيه ما قلناش خارج فرنسا لانه هما ضابتين يشوفوا فرنسا فرنسا فقط تم تبدل حضارة وتم تنتهي رو مليح كما قلناش حتى السيدية هذي تاع فرنسا بنوناسبة رو استعمل كلمة السيدية هذي الناس اللي في فرنسا ما يعرفوه وش معناه كلش لازم يكالكوه يا ليتهم كان جاو يكالكوه على فرنسا مليح يكالكوه على فرنسا بصح بالمقلوب ثاني هل فيه رئيس جمهورية يخرج ويقول خارج اوروبا مكنش الشماش وهو يعرف ان كندا فيها وامريكا فيها واستراليا ونيوزيلاندا وليابان وكوريا الجنوبية وسبعين دولة في تلك المناطق هل هناك عقل هناك جزر صغيرة مطيشة في نهاية العالم عندها الشماش ثم حتى الشماش هذا مكشح ينصيروه ليس لدي اقتصاد ومعناش عارفين شكل يشتغل شكل ما يشتغلش ويقدر واحد يكون خدامي ولي يدي الشماش وواحد شماش صح ما يديش الشماش لانه مبعت ولي المعارف والكتاف والرشاوي هاو كي مسرات فلانساش كانوا لي ولاد وزراء ولاد جنرالات ولاد دولانساج صح كاين ولاد الشعب ثاني اللي يديو لكن الاخرين اللي يديو كثر من ولاد الشعب لانه عندهم معارف عندهم علاقات عندهم امتصالات وكثير منهم ما رجعوش ولاد الشعب ما زالت خلقوا فيهم باش يرجعو نزيد لكم حاجة المرة الماضية غلط قلت لكم انه 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 نزار ده عشرة هكتارات في بوشاوي اللي هي مئة الف متر مربع فالحقيقة بعث لي واحد من الافاظة القليلة مش عشر هكتارات قلي وموجود الموجود ومسجة وكل شغال عشرين هكتار حطا على أولاده فيزو جلوت فيه سوفيان سوفيان قال ليس لديو كابي كان لازم نلقال وما كان معناها ده عشرين هكتار في بوشاوي الهكتار في عشرة الاف متر معناها ده مئتين الف متر مئتين الف متر تخيلوا ان المتر في بوشاوي هو عشرين مليون و في مناسبة راحوا مباشرة يبنوا هي ارض زراعية المفروض راحوا مباشرة يبنوا فيها وداروا سترك بالمناسبة ستغراج وبدأوا في فيلات وبدأوا وماشي الأمر بين البنيان تخيلوا ده مئتين ألف متر مربع كل متر مربع يساوي عشرين مليون سنتيم أضربوا عشرين مليون سنتيم في مئتين ألف ما معناها ستجدوا اثنين في اثنين أربعة وراءها اثنى عشر سفر وراء الربعة اثنى عشر سفر أكيد أنها أكثر من ربع الاف مليار سنتيم هذا ليس ربعين ألف مليار سنتيم محسبتها بالدقة لكن نحسبوها بسرعة اثنى عشر سفر بعد رقم ربعة هذه أرض وحدة فقط اداها خالد نزار لأنه قال لك ابنه أوندي كافي حبي يدير له المستقبل سقسوا خوتكم لوندي كافي سقسوا خوتكم بصحاب الاحتياجات الخاصة وأنا عارف أن هناك الآلاف منهم يتابعونني قل لهم مش حال تدوا كيزة دولهم قالوا لهم مليون بالصح كي المليون اللي يوصلوا اللي ما يوصلوش خمسين أورو أقل من خمسين أورو مرات ما تكفيه مش حتى اللي يكوش لأنهم مصابين في أجسادهم خاصة المصابين في أجسادهم ولي ما يقدروش يتحركوا مرات ما تكفيه مش فقط بشي بش للتنظيف بالصح بالنزار الجزار المجرم اللي ذبح شعب جزائري يدي مئتين ألف دوها بأسمه مسكين هذا سفيان راح وحطينه في آزيل بسيكاتريك في مستشفى للأمراض العقلية وتعرض لتعذيبنا عند باباه لما عود خلخة شي قالوا ركضحتنا وكشفتنا لأنه خرج سفيان هذا مرة وقال نعم باب اقتل يمة وإحنا كنا شهود وهذا هو اللي أصابني أنا بهذا المرض العقلي وهو أخوتات زوج أيضا مصابات بالمرض العقلي طبعا الإنسان يقدر يصاب بالمرض العقلي لأسباب متعددة لكن فيما يتعلق بين الزار هاهو هاهو معروف علاش مئتين ألف متر مربع كل متر يساوي عشرين مليون اده نزار وقال لك أنا من حقي باش يديه بني لوندكابي وروحوا قولهم نحولوا لأن النزار اليوم راه هو في قلب السلطة هو والأذناب والقتل اللي كانوا معاه من حسين بولحيا ومن من يش عارف جبار مهنة وويت ورابي وقائمة طويلة من الكبار المجرمين ما نحدثكم هذه المجرمين شرام ديرين هذه الأيام يتصلوا ببعض الجزائريين في النهاية نحدثكم ونعطي لهم أنا وجهة نظري هل فإتصلوا بحق وضاني تحريرين هل فتصون؟ هل فقد استفتشت��서 نعمل لهم مجرمين لهم أكثر أنت بحق الرجلية هل فتصون على أخرجه فيديو أن هل شخص حسين تسلوا مع المواطن ضروري. اليوم راك شوف ورع شاتر. انا مشو وين فيتاس لتخليك تقرب كل يومي ثلاثة عندك قرارة باش تاخدها. المواطن اللي ينتظر منا اكتر من الزيارة ينتظر استقامة البلاد. البلاد عود توقف على رجليها مثل ما يقول. لنا فقدنا الاقتصاد. فقدنا امورنا. فقدنا التوازن الكبرى. فقدنا كل شيء. وكادة ان تذهب الى ريحنا. اليوم. انا قلتها ونزيد نكررها من خلال كمرانا نحاول اعادة بناء دولة باعتم المعنى حجرة بحجرة. عصرية وتتماشى مع رغبات المواطن والعصرانة طبعا. ان زيارة تكون. زيارة تكون لانا الولايات اليوم. يا ليت المساعدة يبعت لي المقطع اللي كان قال فيه قبل سنتين. من ان اول زيارة لها تقول البلاد لي سح يروح للخارج. الا اذا كانت اجندة دولية. ومسح ما يروحش لزيارات اخرى. ليت يبدو يبعت لي هذا المقطع. طيب يقول له علاش ما زلتش للولايات. اه تكون. تكون. راهي جاي وربما تجيبي طرق اخرى. مش عارفين باش جيب لك جيب الزوم. بلك جيب للانترنت. لا ندري. لكن راهي جاي. بالصح اللي نقطة المفيدة من بعدها يقول لك انا نبنو في دولة حجرة بحجرة. استعرف باللي ما حدناش دولة. استعرف باللي الشعب خرج وقال لكم باللي هيتم مشي دولة. هنا يستعرف. يقول لك انا نبنو في دولة حجرة بحجرة. معنا ما كاش دولة. طيب وين كنت انت في 54 سنة هذي اللي مضت. انت الان عمرك 77 سنة من مولاوية 45. وين كنت في 54 سنة من 68 وانت في هاد الدولة في هاد الإدارة. الإدارة الإجرامية. ربعة وخمسين سنة. انت الانتاج الصافي. الفير برودي. انت. ما نقولش لادمينسترسيون تعالى. ما لادمينسترسيون الجزائر الإدارة الإرهابية. رهبت الناس. كسرت المشاريع. دمرت مرات أسر. دمرت مدن. دمرت أشياء. الإدارة. الولايات. البلديات. الإدارة. الوزارات. نه برك. رشاوي برك. الفساد برك. عطلتوا أمة. مجتمع كامل عطلتوها. بس نحن الآن تستعرف بلي. إذا الناس اللي كانوا يقولوا بلي رهب عن ناش دولة عنها إصابات. صدقوا. طيب قالها سيدك المخبور قبلك. قال لك بللي في الست سنين اللي فات الجزائر كان تحت استعمار ثاني. استعرف برك في سنين هو فقط من 2013 ل2019. وانتهك تستعرف بلي. رك تبنيها حجرة بحجرة. بس حجرة بحجرة الدولة تبنيها. تبنيها بالجنرال بن قرطبي. اللي عمره كتر من تسعين سنة. أو على ابوها بتسعين سنة. تبنيها بصالح قوجيل. رجل ثاني في الدولة. رسميا. رجل ثاني في الدولة عمره واحده تسعين سنة. وعنده زهايمر. وكان واحد الوقت لما تدوسوا زوج ولاده. رحوا حطوه باللي هو فاقد الأهلية. باش يعطوا لابنه صغير. هو واحد من الحنوشة. دياراس. حقر ابنه الكبير. وحب يتعطي له. الارث انتاعو. الوالد تحالف مع الولد الثاني. باش ينحو الثاني. باش نحو الأول من الورث. ودخلوه للحبس. فيه ميلف. لي صالح قوجيل. مكتوب فيه عند واحد النوتير باللي هذا فاقد للأهلية. الفاقد للأهلية يجي. بعد خمس سنين من هذا الميلف. يحطوه. رئيس مجلس مانيش عارف من. باش يولي هو رقم اثنين في الدولة. وعمره الان واحد وتسعين سنة. دولة تبنيها حجرة بحجرة بولد خابلية. عمره الان اكثر من تسعين سنة. مرجح ربعة وتسعين سنة. اصلا لما كان وزير الداخلية في الالفين وعشرة الفين وحداش. لما منحو زرهوني يحطوه في بلاستوب. ما كانش فارز فيها شي. لا يفهم شي. لما صرات احداث في في منطقة ابني مزاب وكتخلوهم الله ما نعرف في مش راح ساير. لا ندري ما يجري. مش حارفين. وتصريحات موجودة تاعة الفين وحداش والفين واثناش. جيب هذا تحطو في في هذا الثلث الرئاسي. باش يزيد النهب ويزيد يعني ما كفهمش النهب. هكذا تبنى. بنزاغوا تجيبوا تحطوه. وقايمة طويلة من بعد نشوفوا الاسموات. هذي الجزائر تبنى. هذي الجزائر الجديدة. هذي جزائر الشباب. هذي جزائر نظافة. جيبوا في الاوسخ فالاوسخ فالاجرم فالاجرم. وتحطوا فيهم. والاقدر فالاقدر. وتحطوا فيهم. وتكلموا على جزائر جديدة. تكذبون اكثر مما تتنفسون. مباشرة بعد خاشرات جيت اسم سيلت. اسم سيلت اللي انفصلت على ولاية تيارات ومازاد باقي فيها تأخور كبيرة. من ناحية العزلة ولا من ناحية المناصب شغل ولا من ناحية. إذن. ومباتي اسم سيلت. فيه الهضاء بتاع الوسط. بتاع الوسط اللي انهامر بيض. الجلفة. لغوط. يجيوا بتسلسل من بعد. انا ساب دراسات دقيقة. بنسبة الشي اللي موجود والشي اللي لازم. باش نرفع المستوى التالة. هذا هو السؤال اللي كترحنا نطرحه السيد. الرئيس يعني هل يمكن الحديث الآن عن وضع برنامج مشابه لبرنامج خاشل في تيسم سيلت او الولايات التي ذكرتها في الهضاء بالاليوم؟ لا ضروري. أنا نقول لك عليها. نفس نفس مشروع؟ نفس الطريقة ونفس نوضع نفس الإمكانيات. اللي أنا في بعض الولايات اللي اليوم عندها الجاذيبية. عندها الجاذيبية بالنسبة للمستطميرين على مشتوى الوطن. جزائر قام عندها جاذيبية. يلي الجزائر عندها نظام إجرامي. شعب سماه المافيا العسكرية. جزائر كلها الشركات اللي كانت محترمة هربت منها. كانوا لهم هذي بلاد انتا عوين تروح مد الرشوة. مد الشكارة. مد دراهم. فكثير من الشركات اللي كانت تشتغل في البدايات يعني لما في بداية الالفين. الفين وربعة. الفين وسبعة. الفين وثمانية هربوا من الجزائر. وكان شركات خراب قاتل لأنها دخلت في الرشوة. ولا تنهى بأموال الشعب الجزائري. ولا تنهى بأموال الشعب الجزائري وتمد منه الرشاوي المسؤولين. وسقسوا الإماراتيين وسقسوا الأتراك وسقسوا الصينيين وسقسوا الكوريين وسقسوا سبنيول وسقسوا سقسوا كثير الفرنسيس الى آخره. لا هو حبس الضرك في خبين خانشلاوتي سيف مسيلة والأغواط طيب. وبشاء وتمنرست. وعين صالح. وتقرت. والمغير. والواد. والمنيعة. والأغواط وبريان. وغرداية. والمدية. والبليدة. ومغنية. وبيتنا. وسوق هراس. وتبسة. وقالمة. وبجاية. وتزيوزو. ومعسكر. دنيا رايقا مخروبة. الوضع رايقا كارثية. وكي تلهاب بلاد ما تلقت تلهاب بلدان أخرى. يعني نروح وكلش الخانش لا وتحبس في خانش لثم يعني. خانش لا رايقا كارش تاريخ. لكن الأغلبية المدر رايقا كارش تاريخ. إذا استثنينا بعض الأحياء في العاصمة أو في وغران. أو في عنابة. البقية رايقا كارش تاريخ. كلها كلها. رح شوف بجراح. رح شوف القصبة وباب الواد. رح شوف الحراش وبالفيل و رح شوف. ما نحكيش على القزدير اللي محيط بالعاصمة. لا لا نحكي على الأحياء العاصمة هذه. هذه أحياء العاصمة. تكذبون أكثر مما تنفسون. ألا لعنت الله على الكاريبين. أولا قلتك لحب. في قضية زيارة الولايات. شكرا. 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 كان هاول�� واحدة حتى شكرا لما راح يارح لزيوزه لما كانت الحراقا راح وفي حراسdepth وكأنه راح يحارب حراسة شديدة ومشددة ضربوا نصس على قاما الحراق باش يبانوا رامهم PA الحراق لي هم ارتكبوها جزء منها ارتكبتها المخابرات الإرهابية بتاع وفي رئاسة جبار مهنة الساسة وراح ورجع هذا مش زار هذا يوحدحدو هذا الفيديو وحده المفروض الناس يدعنو عليه طول الوقت هاو زار المدن مدينة مدينة ودشرة ودشرة ومنشعار زارها نمزي الشيخ جوجل راه موجود ولم تعود الأمور كما كانت كلش مسجل الآن كلش مسجل هذه في الدنيا فقط كلش مسجل إذا كنتم تأمنوا بالآخرى قم عارفين يخذبون أكثر من مئة نفسون سوف نمر على كل شي تاعو لأنه صراحة سيكون أنا نديجا في ثنين وثمانين دقيقة لكن نجيب لوحدة أو لاثنين فقط سوفيزوزوزويا يجبك فستظروا أرتداء نعافي هذا المعجال يمعينه ذاتي البعض يمكنك الكثيرين منستخدم والدعاية يجب هل أنت تعليقوا على الحكومية ينريك سأتمنون كلما يدد تتعليق كيف يجب أن نعاجح め جبكا يجب أن يجب أن تتعليق كيف يزعبون شكرا للمشاهدين لكن أعتقد أن المؤمن لا يضغ من جحرين مراتين تلضغنا مرتين معناه إيماننا ضعيف المرة الأولى تلضغنا في الواحد وتسعين تسعين وتسعين لما البيترول نعار مش ينقص ولا تلإنتاج ما يسدش حتى الفوائد للقرون اللي كنا متسلفين عاملنا ندول النهار في 2019 2018 2019 يعني تشوف الحتيات الصرف أنا بدأ يدوب كتلش في السمش يعني من 120 97 67 57 زي وقفناها اليوم أنا أتراها فيه ربعة وربعين يعني فيه ضرف سنة أو واش سنة ونص سنتين ما ضيعناش كتير ولكن ما يبقاش أنا مصري مرتبط بسع البترول ولا بالنفط ولا بالشي اللي أنا ما شين له أنا أستحركوا النص تعليم تشتعنا من ناحية المواد البترولية الغاز أنا أنا أصدر النص والنص اللي أنا أستحركه وما زال فيه قورة بشترطة تربط بالغاز بالنسبة للبترول نفس الشي الحاجة اللي ربحناها اليوم ديجا أنا كنت خديد قرار باللي 2021 ما استوردش القزوال وما استوردش ليسانس وما استوردناش إذا رانا ماشي بقرارات وطنية يونيكونومي ناسيونار يونيكونومي بطريوتيك وراها ماشي إن شاء الله قلنا نرفع انتشتعنا وما نبقاش أسير وسجين سارت على البرمير انطلعوا لا يا بط النفط طبعا فكرة اللي تحتاج عشر ثواني يقولها لك في خمس دقائق وما تفهموا ولا شي الفكرة المهمة نقدروش نبقاونا اعتمدوا على البترول والغاز عندكم ستين سنة وانتم ما تقولوا في هذا الكلام على الأقل ربعين سنة وانتم ما تقولوا في هذا الكلام عقل شي ربعين سنة وما كاش واحد جاهد في المنصب هذا أو في وزارة وما قالوش باللي راح نتوقفوا بالاعتماد على البترول والغاز وستستطيع الناس ترترجع إلى الجرائد وإلى وروح شوفت عند بوتفليقة اللي كنت تقول والله هي برنامج رئيس ما راح يتوقف شوف شحال قالها هذه مش راح نعتمدوا على القاز والبترول تعتمد على ماذا نفختوا الدنيا وقلتوا وصدرنا قيمة ربع ملايير دولار كان تصدير أحيانا لمواد مدعومة مثل الطماطم مثل الزيت مثل السكر حطيتوها وبعتوها الموريطانيا ولا النيجر ومالي وقلتوا باللي هذا تصدير خارج المحروقات بمعنى الناس أسعى سلع مدعومة رحتوا بعتوها غير باش تكبروا باللي راكم بعتوا خارج المحروقات هذا واحد حاجة ثانية باه إذا كان انت في نفسك تعترف بلي معناش اقتصاد معناش صناعة معناش زراعة مكسرة صناعة مكسرة تكنولوجيا مكسرة انتوما خانقين البلاد البلاد مش قادرين يدخلوه وخرجوه منها كما يجب باه باش تنتج اقتصاد هذا بمنعي هلو اقتصاد خدمات هلو اقتصاد زراعي هلو اذا كان خدمات البلاد راي مغلوق اذا كان زراعي راكم وصلتوا الى انكم خرجتوا قرارات وقلتوا باللي اللي البطاطا هذو خرجوا قرار باللي ممكن يسجنوا الجماعة اللي ما خرجوش البطاطا انتاحهم خاصة من جهة الواد قال لك ما بين خمس سنين وعشر سنين طيف فلاح يحب يخرج البطاطا انتاحه حسب ظروف خلاها تحت الطراب لان ما عندوش مثلا ويني دير ستوكاج خاصة ستوكاج فريجورو فيك اللي هو تبريد حب يخليها تحت الارض مصدرين قوانين وقال لك راح يطبقوها عليهم تخيلوا انه في العالم يكتب فلاحين في الجزار يدخلون السجن لانهم لم يجنوا البطاطا في الوقت التي طلبته الحكومة تخيلوا راح فيه دولة تحترم وانا الشعب يحترم هذه البلاد والسجن قال لك ما بين خمسة الى عشر سنين وقال لك اذا كان فيه ظروف تغليد توصل ثلاثين سنة تخيلوا يسجنوا واحد حط البطاطا تحت الطراب فلاح بتلاثين عام يو شاكي بنهاب البلاد قعد قلتوا عشرين عام وغيابية وآلاف المسؤولين اللي رام في مسؤولية السلطة نهبوا البلاد ورام في مسؤولية السلطة تروحوا الفلاحين برك باش تخوفوا فيهم وقال لك رام ما خرجوش البطاطا في الوقت ما تسالوش يخرج هالوقت اللي يشوف هو اللي عنده قدرة على النقل عنده قدرة على الستوكاج عنده قدرة على الأسعار إذا شاف الأسعار منخافضة جدا ما عنده الحق ما يقدر ما يخرجها يقول لنخلي شوية وقت هذه القضايا مش أنت اللي تدخل فيها هذه القضايا حكمها الاقتصاد وتكون هناك أجهزة رقابية حقيقية ما هوش ظلم وبعدين كي يجي للناس تخوفهم الفلاحين هاو كثير من الفلاحين قال لك هنعم بطلق على الزراع اللي ندخلوا على جهل الحبس مبطلق لأنه ولو يروحوا لهم الإداريين تعالي المكاتب يقولوا اسمع دير هكذا ولو يدخلوك للحبس ولكن صحي لا ما درتش يجي بالشكارة يجي بالشكارة وما تدخلوك للحبس يزيدوا في الرشاوي يزيدوا في خلق طبقان تعالى معناها قوانين صارمة قوانين مهبولة قوانين مجنونة مش منطيقية باش يستفيدوا البيروقراطيين والولات والإدارات والمراكز ومش عارف مدير الفلاحة في الولاية ومدير الصحة وهذا هم اللي يستفيدوا هم اللي معهم يجنوا الناس واحد يدير فلاحة يقوله أنا حكم عليك بالسجن ويش دار ماذا فعل كونه ما خرجهش الوقت عنده حسابات عنده حسابات خصه ثم الناس دارت القمح وكنتوا ما تشروهش عليها وكثير من الناس وورينا أكثر من مرة الناس يديروا لعشان خمسة أيام ست أيام في الكواميو وهم باش يدول يدولها القمح ومرات حتى تفسد وتقتلوا الشمس ومرات لازم يدفعوا الرشاوي باش يشدوا عليهم القمح دولة عصابات هذه دولة ولا عصابات صراحة ومازال مازال أي كلام ويقول لك وراح ينديره خارج البترول الغاز شعب الجزائر إذا قام دولة مدنية ممكن يحرر البلاد ويكون هناك اقتصاد حقيقي خارج البترول الغاز أما أنتم فوالله لو كنتوا كنتوا ألف سنة ويقول لك البترول هذا ألف سنة والله ما تعرفوا خارج بيع البترول والغاز اللي في الغالب تقوم به شركات أخرى ريع فقط ستين سنة انت ريع فقط وكلما مرت الأعوام كلما كانت أسوأ نروح للكلمة الأخيرة باش مجد يطول لكم بخطر شي باش كاين مواضيع أخرى وانا انتجان نشوف النص ساعة تمنى إن شاء الله الجزائرين يرجعوا الله يهم يرجعوا الله من الشمل في بعضهم بعض القوة في التجمع ما هيش في التفريقة وفي فيه أقليان طربوا يمن هدايا تمشي تسكن في الخارج وعند ثلاثين سنة ما جيش لبلادك وتحضر على بلادك كأنك فيها ما كعب كيف حصل في بلادك تبدلت الأمر تبدلت كتير كتير ما بين الدول نتحاول تبني الديمقراطية نحن نحاول عن حق نبنيه ديمقراطية ولكن ديمقراطية مسؤولة ما هيش ديمقراطية نت واجه وداخل جمهورية تعموز نعم الرأي العام ضروري نقويه باش ما يبقاش هو الفاصل بين المؤسسات حتى عمل ما يحصل ولكن كلمة تفوت يعطي كلمة وبس بالشعب مشي من اللي خرج لمن الشارع يقول لأنه المنتل اللي يمتل في المجلس الشعبي الوطني راه في المجتمع المدني راه المجلس على الشباب وإلا رأى في البلدية والولاية والولايات خارج هذا شي فيها رأي عام يحلل ويأخذ تجاه اللي يخرجوا كما يقولوا رأي العام هذا نحاولون قويوه مع بعض أما الإنسان اللي نهار كامل هو يسبه ويهاجم وخالف تعرف ويباله باللي هذه الأمة تتعلق بالنفسية أكثر ما تتعلق بالسياسة وتتعلق بالله تمنوا الخير لبلادنا إن شاء الله هذي خطوات اللي اختناها ورسالة اللي متبلغوها أعتقدها ستتلج صدور تع الشباب بتاعنا وتع البطاليين وتع هذا وصح نستسب احنا نبني الناس تطلب ليه الدراعة ما احنا نعطوه الدراعة من الشباب بتاعنا ماذا كيف كيف مسكين هالشخص أولا نتحداك إلى فيما يخصنا أنا يخصني أنا يخص حركة رشاد يخص بعض المقاومين اللي خاوتنا اللي قراب منا وليحنا قراب منهم اللي احنا نسبه احنا نواجهوكم بالحقائق عندما تكذب يقول لك رك تكذب هذا مش يسب هذا تثبيت للكذب انتعك اما اذا ظنيت روحك انك رأيس رئيس جمهورية وانت صح صدقت رئيس جمهورية وكذبت على الناس والناس ما يقولك شرك تكذب فهذا لانهم يخافوا منك وانت اصلا مكش رئيس جمهورية لان اجابتك الدبابة على القايد صالح اللي قتلته من بعد ثم كانوا كاينين رؤساء دول كانوا حكام وكان يخرج لهم الواحد يقول لهم يقول لهم اذا رأيتم فيها عويجاجا فقويمون يقولوا لك وانا رأيك عويجاجا نقومك بالسيف 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 يقومه بالسيف بالسيف بالمعنى الحقيقي ليس بكلمة بالسيف هذا حتى يتروحك انت باللي كاين ناس نحن ما نسبوش بروبا ما كاين بعض الناس نحن لا نتحمل كل من يخرج ويتكلم نحن لا نتحملوش يقولو لكن انترك اشرت لينا مباشرة نقول ثلاثين سنة في الخارج اوكي نحن عندنا ثلاثين سنة في الخارج تقريبا نتحداك اللي اتعرف الجزائر خير مني اتحداك انت عرف الجزائر خير مني ليس نقولها انتفاخا او افتخارا او الناس تحكم ولعلي من هنا اعطيت معلومات وعطيت اشياء ولم يكن عليكم علم بها اخرها تعبو نويرا اخرها تعبو نويرا اللي قامت القيامة من بعد وروحت اعتقلته اخوه واعتقلته اي واحد كاشنهار سلم عليه وروحت تتحوسوا وقع الناس اللي ظلما وعدوانا يحن ثم قال لك احنا نبنو ديمقراطية واش من ديمقراطية انت تبنيه وقالك اللي هتمثيل راه في المجل الشعبي الوطني المجل الشعبي الوطني مش مش باعترافكم انتم في جريدة الرسمية تعالدولة تعالكم قلتوا ان اللي انتخبوا كانوا خمسة فاصل عشرين بالمئة اي ان 94.80% من تخبوش او لم تحسب اصواتهم اصلا سبعة وسبعين بالمئة من تخبوش نهائيا ومبعد خمسة بالمئة كانت اوراق بيضاء ومبعد ثمنتاش بالمئة تبينت انها اوراق لم تكن محسوما خمسة فاصل عشرين بالمئة الى درجة ان اكبر حزب الافلين جاب واحد ونص فالمئة واكبر حزب يزعم انه معارض حمس جاب اقل من واحد في المئة اقل سفر فاصل سبعة ولا فاصل ستة هذا الاثنين اكبر حزبين واحد يقول اكبر حزب معارض الاخر يقول اكبر حزب وهذه ارقالكم موجودة وتحدثنا عليها ونشيرات موجودة في جريدة الرسمية اذا هذا الخمسة بالمئة ما يمثلوش اللهم اذا كانوا يمثلوا مجتمع الخمسة بالمئة لان الخمسة وتسعين بالمئة ما يمثلوهمش وبعد قال لك في المجلس تاع الشباب مجلس تاع الشباب اللي هما في الغالب ابناء مسؤولين او اقارب مسؤولين او شباب انتاع الفساد العارم انتاع اللي يبقى عشر سنين في الجامعة ويختص بالنساء والبنات ويجيبهم بعد يمثلو وهذا هو من يمثلو هذا هو من يمثلو على استثناءات قليلة يعني هذا ما فيه تمثيل وبعدين النقطة الرئيسية مش حاب نطول معها كثير قال لك ثلاثين سنة بلد بدلت حتى الالفين وثلاث عشر من تسعة وتسعين الالفين وثلاث عشر سنة هما منين ذاك يبعثوا لي ذاك نحكي لكم قصة هنا منين ذاك يبعثوا لي واحد او او اثنين او قروري كاللي قرأوا معايا كاللي كانوا صحافي كاللي كان مسؤول في حزب كاللي تلاقيته نهار ويعرفني كاللي من البلاد تلاقاني في العاصمة ولا في الاغواط والله منين ذاك يبعثوا لي واحد وكالل حتى اللي كانوا مناضلين لكن بعد بسبب او باخر اصبحت عندهم علاقات مع السلطة مناضلين ايام الفيس او غيره يعني ففي هذه الفترة من تسعة وتسعين للأولفين وثلاث عشر وعلى ما نقولها للأولفين وثلاث عشر لان في الأولفين وثلاث عشر قلت انه لا تزينيش تبعثوا لي حتى واحد لان في الغالب هذا الي يجوني لا يأتيوا لي ويرينجيلي اجيح لي ان ارداني على مرسول في التلفون لما يكلمني لا يقول لي اني جاي كارسول كمرسول من عند الجماعة الحاكمة من عند العصابه كل واحد يقول لك واحد قرأ معايا واحد كان صحفي واحد كان منش عارف في حمس واحد كان في الفيس واحد كان في لاففاس هكذا يعني كل مرة يبعثوا لي واحد والله واحد وكلهم كل هذو اللي جاءوا تلقاوني من 99 للألفين وثلاث عشر يبدوا لي والله انت انسان مخلص ووطني ونحن استعرفوا بيك وكذا ومعدا نقول لهم جيبونا من الاخر مجمعه عني سمعت هذا الكلام قبل يعني ما المفيد يعني يقول لي والله اني جاي بي رسالة او جايك بي كلام من عند السلطة ومرة تقول لي مش من السلطة في الغالب كانت الديراس واحيانا كانت بوت في الليقة يعني طيب وشنو المطلوب يقولوا لي اسمعك انترك عايشة انا ما زالت عندك نظرة مثالية الجزائريين الجزائريين الشعب رهو اللي رخيص الناس رخصت والشعب تحن وهذا اللفظ سامحوني على العبارات هذه وانا طبعا كيسمع هذا الكلام كان يبان في وجه الغضب يعني وانا ينسان كي نقضى بيبان في وجهه فنبدأ نشعر بالغضب وبالضيق لكن خليهم يكملوا والشعب خلاص والناس ولات نفسي نفسي والناس ره متاكلين على الارث ومتضار بين على الاراضي ومتضار بين على كذا وانسى واشطرا فيها ورجال ويبدأوا يحكي لك باش يكسر لك الشعب بمعنى القضية الليك تقاتل عليها ولا تناضل عليها ولا تقاوم عليها راه راه راحت هذا وش حبي يقول هاد المرة طبعا ما راحش هو ما قالهاش كامل بس اضعه الاشارة هاي زاية تبدلت عندها 30 سنة نعم جزاية تبدلت لازم تتبدل هو اصلا لكون الشعب الجزائري لو كون ما هو شقاع اليوم شعب هذا لو كون ما هو شقاع لص ومشقاع مرتشي ومشقاع فاسد ومشقاع فاجر ومشقاع كذاب ومشقاع خاين هذي ديجاف حدثها معجزة لانكم درتوا كل شي كل شي في ظرف 30 سنة باش تحطموا كل شي جميل عند الجزائري تحطموا الاخلاق تحطموا العلم تحطموا التفكير تحطموا اللغة تحطموا كل شي ما خليتوا شي ما حطمتوش تحطموا الاسرة تحطموا الحرمة تحطموا العمل ما خليتوا شي ما حطمتوش بكل الطرق فامليح لو كان يعود فقط نصف الشعب فاسد كما راكم تسموه انتم نكونوا معرنة شميل جدا حتى لو كان يكون 80% شعب فاسد وليس مفسد فاسد فستوه ما زال كين الخير ما زال كين الخير لان الفاسد يرجى صلاحه المفسد كما انتم المفسدين رب يقول عليهم ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويقول ان الله لا يحب المفسدين هذه قاعدة الهية نحن نؤمن بها ولكن في علم الناس علم الحضارات فيما كتبوا المؤرخين الغربيين الشرقيين كلهم اجمعوا على ان المفسد لا يمكن ان يكون مصلحة لا يمكن فاسد ممكن لكن المفسد لا يمكن واحد كما انت تتبون انت مفسد بل انت رأس من ائمة الفساد والافساد انت والعصابة اللي راها معاك فانتم تبعثونا في رسالة غير مباشرة الشعب تبدل و30 سنة لكن بعاد عندما كنا نحن نقول وانا واحد من ربما الاف الجزائريين كنا نقول ان الشعب سيثور وسيخرج وسينطفض عليكم كنت انتاء ويحيا وسلال وجمع الوزراء والجنرالات واك يتردوا او تخرجوا ويحيا خرجوا وقال الشعب ما ينضش ويلا ناض كين الدولة معنا كين لاسا شوف وراه ويحيا اليوم الشعب هو اللي فرض عليكم باش نصف العصابة في السجون نصف عن مع تبون وحتى نصف العصابة اللي معك ما زالت تدخل وانت ما زالت تدخل بإذن الله في السجون ويحاكمكم جزائريين إذن الإشارة بالليو كانوا فقط ناس هنا وتلاقيوا الشعب الخلاص الشعب هذا الشعب تحنتوه طحن الشعب تحنتوه طحن هلكتوه هبلتوه توصلوا ناكم تقطعوا الكونتور تحتريسيتي على أسر تقطعوا الكونتور تحتريسيتي على أسر وكما تقطعوا الكونتور العاصي ما ميجيهش الماء في الصيف ووهران وقسنطينة وقالمة ومبواقي والجلفة في الصيف وش الماء وش بارك الأكل الماء وش بقال الشعب هذا الحمد لله ما مازال شعب عاقل مازال شعب وزاد الحرك جاء طالوا أمل والحرك سيعود شئتم أم أبيتم سيعود بإذن الله ونحن نعيش أيامه قد يتأخر سمانا سمانتين لكنه قادم وكما قلناها لكم قبل 2019 والفيديوهات تشهد على ذلك والتدخلات تشهد على ذلك هذا الشعب خلاص لن يعود للحضيرة سيسترجح الريتو وسيقيم دولة المدنية وسيغطيح بالمافيا العسكرية وبالمخابرات الإرهابية وباش ما نطولش كثير راكم تجرون في اتصالات هذه الأياء مع من تعتقدون أنه ممكن يكون عنده تأثير في الداخل أو في الخارج لا أستبعد أن يخرجون لنا ناس في الداخل أو في الخارج باش يقولوا آه لازم نلقاهم مصالحة ومع بلادنا ودولتنا احنا عارفين هذ الناس إما مساكين حمقق لا يفهمون طبيعة النظام ولا يعرفون الطبيعة أو يريدون باش يتمقعوا ويتموقعوا يجبون لك منصب يحب وزير ويحب سافير وكما تجربتها مع معارضين سابقين لكن الوقت لما قسمت الـ RCD جبتوا وضعته من خالدة مسعودي وزيرة وجبتوا ليس حال من الحزب تضعوا وزير وزيرة هنا باش تقسموا الأحزاب تقسموا الله فأنتم راكم تتصلوا وأنا عندي علم لكم تتصلوا منذ أيام ببعض اللي تعتبرهم عندهم ما زال عندهم تأثير أنا أقول لكم الحاجة والله المقاومين الأحرار الصادقين والله تعطوهم من الأرض ذهبا والله وتحطوهم على كتافهم قاعدوا دولارات العالم على يمينهم دولارات العالم وعلى يسارهم يروات العالم أو ذهب العالم والله ما يغيروا لأنهم صحاب مبادئ أما المنافقين المتلاعبين المخادعين الكذابين هذوك حتى وين لبسوا برنوس المقاومة سيفضحون والناس تكتشفهم ونرجعوا شوي للتاريخ وشوفوا كان اللي كانوا على أساس مقاومين واحد مثل مزرق رفت سلاح قاع واحد مثل ربح كبير على سبيل المثال باش من طولش لأن قائمة طويلة كاي على سبيل المثال فقط الجماعة اللي كانوا مع نحناح الجماعة اللي كانوا في الأرسيدي الجماعة كانوا في الأفافاس شوفوهم والفظهم الشعب والفظهم التاريخ وراحوا إلى مزبلات التاريخ اللي ماتوا على المبادئ ما زال الشعب ينظر إليهم وهم أموات ينظر إليهم أنهم مش فقط أحرار وشرفاء وشهداء بل أنهم أحياء معنا لأننا نلتمس في روحهم في كلماتهم في كتاباتهم الناس تتعلم منها وترفضها معاها هذه الكلمات وشفتوا الشعارات اللي رفعت في اللشاء أما المخادعين والماكرين فهذا في كل وقت مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية لن نحاوركم ولن نقبل إلا بقيام دولة مدنية بدون شروط تعلنون فيها أنكم تقبلون تطبيق المادة السابعة والثامنة من الدستور اللي نحن من سينهاش وقيام دولة مدنية وعودة العسكر إلى الثكانات والابتعاد عن السياسة وعن التجارة وعن الاقتصاد وإنما القيام بالعمل العسكري البحث فقط والشعب يقرر مصيره وتقوم دولة بإذن الله تكون دولة عدل وحق وقانون ولو بعد حين لأن الدولة لما تقوم رح تخص سنوات باش تستقر أمورها تقوم دولة مدنية باش نبدأوا من جديد أما التلاعبات أما أطلق هذا دير هذا حتى لو كان غدوة تصدروا حكم بإطلاق صراح كل المعتقلين سنرحب بذلك لأن أي واحد من خوتنا وخوتاتنا يطلق صراحه ذلك أمر نباركه لأنه نعرفين الصادقين منهم سيعودون للمعركة وأسرهم تحتاجهم نعم وموش مزية من عندكم لكن تمركم تفكروا تقولوا بلك نديره وعافوا عام كما اللي دار الشادلي في ديسمبر 88 من بعد صراح عافوا عام وطلعوا الجنيرالات اللي عذبوا الشباب وقتلوا الشباب في ساحات في المدن الجزائرية ولا وجنيرالات بل أنه بعد شوية طلع نزار ولا وزير دفاع وهو اللي كان يقتل في الجزائريين وقالهم عنديش عنديش الرصاص المطاتي طلق نطلق الرصاص الحي الأحياء في قلب العاصمة وفي خارج العاصمة عافوا عام لن نقبل به لأنكم تريدون أن تعفون على العصابة اللي في نصف العصابة اللي في السجون على الوزراء وعلى رؤساء الوزراء ومو يسمى برجال الأعمال وا 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 واللي نهبوا عشرات الملايين من الدولارات وانتم تعترفون وتخلطوهانا كما ذيك تعبكري تدي تشينة مع البطاطا نطلقو لكم شوية حرار ونطلقو توعكم أبدا الشعب لن يقبلوا الأحرار لن يقبلوا لكن تشوف الأحرار في إضراب عن الطعام فيهم اليوم خبر فيه واحد منهم يقولوا فقد بصروا فقد بصروا ما ترجعش لأن هؤلاء الأحرار ما تكونش فاهمين من أي طينة هؤلاء ما تكونش عارفينها تظنون أنهم تعشيهوات وماكلوا وشرابوا لا لا قد يكون بعض يلبس لباس برنوس الحرية وأنه من مقاومة قد يكون متلاعب لكن أغلبية لا الأغلبية العظمة لا خاصة اللي في السجون لن نقبل وسنظل نقومكم فيما يخصني فيما يعرف إخواني أيضا سواء إخواني في الحركة أو إخواني اللي قراب مني وأنا قريب منهم والله الآخر نفس دولة مدنية مش طالبوا بشيء مش طالبوا بالقمر نطالبوا أن تكون عنا دولة كما الدول كاش ما شفتوا دولة عسكرية ناجحة كاش ما شفتوا دولة جنرالات ناجحة كاش ما شفتوا في دولة نصف الجنرالات تاع البلاد في السجن ونصف هم ما نش عارف وين وبعض هم هاربين وبعض هم خايفين لو الدولة مدنية في مصلحتكم قبل ما تكون مصلحة الشام دولة مدنية تقوم دولة مدنية أنا فيما يخصني تعرفوها قلت لكم شخصيا لا أطمع في دنياكم ولا في منصبكم وراكين فيديو من شهر من 2013 ولا في السلطة تاكم كي نعود قادر روح نتكى على كرموسة ولا على زيتونة ولا على نخلة يكفيني قبل ما ندخل هذا اللايف كنت تكلم مع الوالدة الوالدة في حالة صحية صعبة عندي أكثر من 12 سنة مشتهاش لا أعرف إذا كنت راح نشوفها وتشوفني أجل عند الله الأجل عند الله لكن لو كانت تجوا تقولين نعطوك طائرة الآن تروح الوالدة الآن وبالاك راح تنفقدوها بعد أيام أو بعد أسابيع وقل لكم خلينا لعلنا نلتقيها في الجنة كايين أخواتاتي ما شفتهمش منذ 27 سنة عندي زوج خاوتي اللي توفى الصيف اللي فات وخويا الصغير شفتهم قبل سنتين فقط سنتين معنى قاعدت ربع قرن مشتهمش عندي أخوالي عندي خالاتي عندي أولاد خالتي أولاد عمي مشتهمش قبل 27 سنة أصدقائي أحبابي زملائي 27 سنة والله ماستعد أني ما نشوفهم شي للأبد حرية شعب الجزائري لن نتراجع عنها ولن تجدوا حر حقيقي يتفاوض معاكم تحت الطابلة ولا فوق الطابلة إلا إذا كان تفاوض لأمام الجميع والهدف قيام دولة مدنية لو يبدأ إجراء بروسس خلاص بضمانات والتزامات وامور واضحة معلش وليأخذ هذا البروسس عام عامين ثلاثة خمسة عشرة شعب جزائري يقيم دولة مدنية نحن لا نريد لا أن تقطع رؤوسكم ولا أن تعدمون ولا أن تسحقون نحن بالعكس أنا في لحظة معينة قلت لكم أنا من عندي تدعوا الحصانة وتدعوا حتى مليون أورو في جيوبكم لكي تجعلوا الشعبي قرر مصيرهم أنا ما عنديش إشكال أنا ما عنديش نتيقائي سيبار رونكينية وما عنديش فنجانس لكي نعطيها من عندكم أنا كنت موظف وكنت في منصب هائل وكان عندي الباسبور الأحمر وكان عندي الصالير وكانت عندي الدار وعندي السيارة وعندي المنصب وعندي الجاه وعندي السلطة حتى وكنت على أبواب لو كان مشيت يعني السفير كانت على أبواب 4 سنين 5 سنين نصبح السفير لكن لكم لا تفهمون تعتقدون أن الدنيا مال أن الدنيا ننفوذ أن حاو شوفوا هاو القيد صالح أبوا عز وسيني كان يضرب جنالات بالكف أو في جندي يضربوه جنود بالكف شوفوا أمامكم سواء اللي مات أو اللي مات هو حي أو مات هو تخلق بر أو لا تخلوش شوفوا أنت ما تفكروش الموت ما تفكروش الموت ما تفكروش الموت ما تفكروش الموت عائل والد أدعو لإخواني لعل فينا وفيكم من الصالحين ادعو لها بالخير هذه صورتها أول مرة تشوفوا صوت الوالدة وأنا في حديث معها بصعوبة فادعو لها بالخير نحن لن نستسلم أبدا ننتصر أو ننتصر أو ننتصر أو نموت إذا لازم الأمر